فضائل السحور للسحور فضائل جمة وفوائد كثيرة دلت عليها الأحاديث الوفيرة منها أن السحور بركة لحديث الباب الذي أسلفنا تسحروا فإن في السحور بركة ولحديث سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاثة الجماعة والثريد والسحور ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السحور إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه وكونوا السحور بركة ظاهر ففيه اتباع للسنة وفيه تقوية على الصيام وفيه مخالفة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يتسحرون لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك كما في حديثي العرباض بن سارية وأبي الدرداء رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما إلى الغداء المبارك ومن فضائله أن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين وهنا الشاهد ولعل هذا أيها الفضلاء الأحباب من أعظم بركات السحور أن الله جل وعلا يشمل المتسحرين بمغفرته ويسبغ عليهم رحمته والملائكة تستغفر لهم وتدعو الله أن يعفوا عنهم فحري بمن يبتغي الأجر أن يحرص عليه كيف أغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خيرا ما جازيت إحسانا